حياكم الله من جديد وألف مبروك من جديد للأهلي هذا الفوز والنقاط الثلاث الجديدة في قمة الجولة السادسة والعشرين بهدفين مقابل هدف سجل أهداف الأهلي عمر السومة أولا قبل أن يعادل الهلال عن طريق بدينه علي البلاهي ومن ثم استطاع عبد الفتاح عسيري إضافة الهدف الثاني للأهلي به يخرج الهلي بثلاث نقاط جديدة في سلم الترتيب ويقاف زحف الهلال نحو اللقب أو تأخير ذلك أو حتى عودة المنافسة مع النصر إلى ما كانت عليه قبل التوقف الآن فقرة اللقطات التحكيمية مع الخبير التحكيمي السادسة عبد الرحمن الزيزيز حياك الله السلام خير لك أخوي محمد والمشاهدين المشاهدات وإن شاء الله نقدم لهم ما يرضيهم إن شاء الله قبل أخذ اللقطات بشكل سريع نوعية الحكام الموجودين اليوم أسماء كبيرة نعم أسماء كبيرة من أمريكا الجنوبية الأرواني والأرجنتيني يعني أسماء معروفة على مستوى الفيفا على مستوى كاس العالم توجدهم على مستوى حتى قارتهم بالتالي يعني اختيارات موفقة نتمنى إن شاء الله تكون دائما الأسماء حاضرة هذه إذا كنا نستعين بحكم وياس سعودي نستعين مثل الأسماء هذه هذا بالنسبة للخيارات التحكيمية نفس الحكام لديهم خيارات أو لديك اختيارات من أدائهم في المباراتين نبدأ مبارات الهلال أو الأهلي والهلال والحالات الثمان نعم نشوف الطاقة من الرواني نشوف أول شيء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4 ونشوف هل كان في لمس على كبتن عمر السومة لحظة ارتداد الكورة من الحارس يعني اليد أو إنه بس مجرد ارتطمت بالجسم وما كان فيه حنشوفه في الإعادة الأوضح هنا ارتدت الكورة من الحارس من درم عيوب الكبتن عمر السومة حنشوف الجزء اللي ارتطمت فيه الكورة إذا طبعا لو ارتطمت باليادة أكيد أنه حيكون فيه تدخل من الفئار وحيكون فيه هدف غير صحيح لكنه حنشوفه الحين من هنا الزاوية فينا طالب الزاوية كان تواضح حنشوف من هنا من هنا ارجع شوي بس خلي وقفها شوي لحظة الارتطام خلنشوفه عشان نقنع المشاعدين وين كان ارتطام الكورة حتى نستطيع أن نحكم عليه هنا شوف الكورة ارتطمت نعم لأنه عمر لاعب يعني محترف يمكنه عارف فحرك يده وممكن لو ما حرك يده حتيجي في يده لكنه طبعا كانت بالجنب وبالجزء من الجسم ولم ترتطم باليد وكان هدف صحيح لغبار عليهم ممتاز هذي اول لقاء حنشوف بعدها انذار لاعب الهلال لمحمد جحفلي في الاحتكاك مع الكبتن عمر السومة حنشوف نعم مهاجم بيتهور هو طبعا الحكم المساعد كان بيعلن الخطأ الثاني لكن الحكم كان عنده كلام ثاني وكان قال صحيح انه دخل على الكورة وبعدين انزلاق كان على القدم اللاعب ما في قوة مفرطة ما في دخول القدمين لو كان ما في كورة لازم تطرد لأنه طالما هو شوف يبحث على الكورة هو لعب الكورة شوف يرجع لو ترجع حنشوف عشان نعطي جزئتين في كورة ولا ما في كورة لنتهي دفاع بدني قوي بوجود الكورة بعدين صار الاحتكاك بالقدم لكن لو ما كان في كورة الكورة راحت امتار الكورة بعدين هنا يعتبر زي ما تفضلت استخدام قوة مفرطة وبالتالي لعب عنيف وبطاقة حمر لكن هنا الآن الحكم شوف من هنا اللاعب الدخل على الكورة مش هذي هذه طبعا هذه على الهل لكنه حسب الحكم اللاعبين شوف هنا اندفاع بدني قوي على الكورة لكنه ما كان يعني ازود من اللازم وبالتالي قرر صحيح للتهور اصفر مستحق اصفر مستحق في الدقيقة ستة هنشوف بعدها في دية 19 و 50 ثانية خطأ على الكابت نعتق محمد فتيل هنا شوف اللعبة هنا هي لعبة راس وليست لعبة قدم هنشوف اللاعب محمد فتيل هنا نشوف المنافس عنده مفروض ما يرفع القدم بالشكل هذا هنا طبعا هنا يعتبر تهور لانه ارفع من القدم لو جت القدم على الوجه هنا لا بد من طاقة حمر لكنه كان يحاول يلعب الكورة لكنه ما نجح في لعب الكورة او ارتفع او الكورة ارفع وبالتالي هنا اصبح فيه احتكاك بوجه المنافس كان لابد منح بطاقة صفر الحكم اكتفى فقط بالخطأ وكان لابد من بطاقة صفر وجود التهور لانه مثل اللعبات هذه يعني ما تستحمل انك ترفع قدمك شوف المنافس احياني يكون منافس خلفك لكن المنافس الان شوف انت ترفع قدمك امامك اذا هنا فيها تهور وبالتالي يعني لابد كم بطاقة صفر هنشوف بعدها في الدكتور 43 كان فيه لمس على مدافع الهلال وهل كان فيه تعمد لا اعتقد انه محمد كنو هنشوف الاعادة هنا تستيد على اللاعب وكانت يد اللاعب لكن اليد كانت ملاسقة للجسم بالتالي هنا لا يوجد ركلة جزا لا كان فيه توسيع لا فيه توسيع لانه ملاسقة جدا لكن الحكم اعلن عن اسمرار اللعب وكان قراره صحيح هنا ممكن تكون واضحة واضح وبالتالي قرار الحكم الصحيح بعدم الاعلان عن ركلة جزا هذي يشوف اليد على الجسم ملاسقة جدا لا يوجد ركلة جزا هنشوف بعدها انذار اللاعب الاهلي في الدقيقة تقريبا 45 و45 ثاني يمكن في الوقت بدل الضائع وحنشوف هنا هنا في مهاجمة بتهور هذه هي على اللي هو عرض الأسمري على قدم المنافس بالتالي كابتن سالم بالتالي قرار صحيح للتهور وحتى ممكن فيها هجمة واحدة لكن نحن نشوف القرار الأصعب اللي هو التهور وهي في الأخير كلها تكون في ضمن السلوك الغير ياري حنشوف دقيقة 52 و 15 ثانية سقوط لاعب الهلال وكان يطالب أن الحكم يتدخل وحنشوف الآن هل كان الاحتكال هذا يستوجب حساب ركل الجزاء هنا فيه احتكالة جسدية طبيعية كل أثنين يدي استخدام اليد بالشكل هذا هو لازم يكون دفع صريح مجرد وضع يد على الجسم يحصل هذا في الركنية يحصل هذا في الركلات الحرة المباشرة لكن هنا نعم التدافع هذا بسيط وبالتالي اليدين كانت موجودة على الجسم وكان تدافع طبيعي لا يجد ركل الجزاء وقرار الحكم الصحيح باستمرار اللعب ولا يجد ركل الجزاء وحتى لا يمكن استدعاه من قبل تقنية الفئار حنشوف بعدها في الدقيقة ستة وخمسين انذار لعب الأهلي حنشوف هنا نعم نفس الشيء مهاجم يتهور الحكم قريب على مسافة أمتار لميزة الحكم اليوم كان قريب جدا من اللعبات ويتمتع بلايقاء عالية وبالتالي قرار صحيح شوف من هنا مش هذه هنا الآن لسه أيوه هذه الآن المهاجم على قدم المنافس بالتالي ما زال مستمر هذه هي على قدم المنافس وبالتالي قرار صحيح حنشوف اللقطة الأخيرة دي 62 هدف الهلال وهو صار فيه اعتراض وراح الحكم للفئار وحنشوف قراره أولا هو بعدين نحن نعطي رأينا في اللعبة هل كان فيه تسلل تسلل غير موجود لأن الكرة كانت أقرب الخط المرمى من هنا حنشوف واضحة لكن هل كان فيه خطأ أول شيء هنا ما فيه تسلل استمر اللعب استمر استمر ورجع هذه الكرة على خط واحد مع اللاعب بالتالي هنا هذا الصحيح لكن هنشوف هل كان فيه خطأ قبلها نشوفها الآن في العادة الأوضح من هنا هنشوفها من هنا إذا كانت فيه عادة أوضح من كذا هنشوفها في عادة خلفية تجي هنشوف هل كان فيه دعس للقدم المنافس من اللعب الهلال قبل قبل اللعبة الجديدة هنشوف من هنا هذه الدعس موجود على القدم أنا استغرق عن الحكم راح شافه برزير راح شاف الفئار ما هذه تقديرات والحكم هنحترم تقدير لكن هنا شوف هنا فيه دعس واضح احنا ممكن نكون فيه تلامس ما عندنا مشكلة تلامس موجود ما فيش كالية لكن القدم ارتفعت قدم ارتفعت نعم وفيه يعني دهس للقدم وحتى انه بالشوز نعم والكندرة والحذاء عزيكم الله والمستنعين والمشاهدين كان فيه يعني خلع له بالتالي انا كنت تتصور انه يعلن عن خطأ لكنه ما دليش تقديرات ماش تفسيرك تفسير انه اعتبر انه تلامس بسيط وهذا طبعا ممكن تلامس بسيط انا انا دائما اجد التلامس البسيط اذا كان تلامس من دون يعني بس مجرد لمس لكن هنا فيه لمس وفيه يعني خلع للحذاء ومن دون كرة من دون كرة نعم الكرة كانت هناك بعيدة ما فيه تنافس حتى على الكرة لو فيه تنافس على الكرة ممكن نقل برضو وممكن نجي ضمن التنافس لك الكرة كانت بعيدة التنافس هنا غير موجود بينكم بين اللاعب اذا هنا الحكم كان ممكن يعني عن الخطأ ما ادل ليش ما يعني عن الخطأ اذا هدف غير صحيح هدف غير صحيح لانه نتيجة تفاول نعم لكن الحكم الحسن حظونا نتيجة ما تأثرت بالتالي فاز الفريق اللي كان هذا عن قدره للحكم بهذه السيارة طبعا إذا فاز الفريق وكان في خطأ على الحكام هنا يصير أخطاء الحكم مقبولة من صح التعبير لك لما يحصل تعادل ويحصل خسار الفريق ويتأثر هنا يحصل خاصة لما صارت النتيجة الآن متقارنة ممكن تصير 4-1 5-1 6-1 يصير عادية لك لما يصير واحد وهي هدف التعادل وبعدين تنتي واحد واحد وتنتي تكون مؤثرة أكثر إذن الحكم أداره بشكل جيد عمما وكان ما عنده للملاحظة هذه بما أنها ما أثرت عن نتيجة مباراة هي ملاحظات اعتبر جيد ممتاز